السلام عليكم مرحبا بكم في القناة ديالكم ديال ما قد نشوف الجدادة ديال القراءة بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي ولكن قبل ذلك سنرى بعض المفاهيم كاستراتيجيات القراءة تتمثل استراتيجيات القراءة في مجموعة من العمليات الذهنية والمعرفية والتقنيات التي يستعملها القارئ لتحقيق أهدافه من القراءة بكيفية فعالة من أجل فهم المقروء واستثماره وقد سبق الإشارة إلى هذه الاستراتيجيات في المستويين الأول والثاني بشكل مقتضب أما في المستويين الثالث والرابع تستمر لتدريب المتعلمين على تنمية مهارة القراءة من بين استراتيجيات القراءة المتداولة في الأدبيات الطربة ويمكن التمثيل بما يأتي لدينا استراتيجيات ما قبل القراءة واستراتيجيات منحلة القراءة الاستراتيجية ما بعد القراءة الاستراتيجية من قبل القراءة هناك استراتيجية تصفح الأولي تحديد الهدف من القراءة وضع توقعات قبلية استثمار المعرفة القبلية استراتيجية منحلة القراءة مثل التصفح الأولي يعني أول شيء من ا dulment المتعلم تنقول له يعني استخرج الكتاب أخرج الكتاب الصفحة كذا وكذا انظر إلى الصورة مع عنوان يعني هنا تنحددوا له الهدف من القراءة وتعطنوا توقعات قبله يعني قبل القراءة استراتيجية مرحلة القراءة يعني فجعلنا بدأو نقرأ استعمال السياق لفهم كلمات جديدة يعني الكلمات الصعبة كان ينفهمهم من خلال السياق استنتاج العلاقات بين الجمال المراقبة الذاتية للفهم استخراج المعاني السريحة والدمنية استخراج البنية العامة للنص واستنبط تأويلات الممكنة أما الاستراتيجيات ما بعد القراءة فهناك فحص توقعات القبلية تلخيص النص وتقويم المقرؤة هناك أيضا الخطوات الإجرائية لتدريس مهارات القراءة مثلا مهارة فحص توقعات القبلية أو مهارة تلخيص النص أو مهارة شبكة الكلمات مثلا لدينا أول شيء التهيئة أنطلق من موضوع التعلم ليفهم المتعلمين والمتعلمات الغرض من توظيف الاستراتيجية أشرح الاستراتيجية بإجازة وأوضح فائدتها للمتعلمين والمتعلمات أتثبت من مفهوم من فهمهم لهدف تعلم الاستراتيجية المقصودة ومن استعدادهم لإنجاز الناشط الخطوة الثانية هي النموذج أشرح أمامهم كيفية استعمال الاستراتيجية من خلال قراءة فعلية قراءة فقرات أو ملاحظة العنوان أو الصورة مثلا أسف بصوت مسموع ما يجري في دهني من عمليات معرفية لفهم المقرأ أو أوضح التوقعات أو الفرديات حول مضمون نص استخدموا الصبورة لتوضيح الاستراتيجية انطلاقا من مخطط أو رسم أو جدول أي هنا نموذج يعني أعطي نموذج يعني مثلا كنت أريد أن أشرح استراتيجية شبكة الكلمات أول شيء يعني استعملوا شبكة الكلمات في كمثال يعني أعطي مثال يعني أعطي مثال لشبكة المفرادات يعني أنا اللي أنجز الناشط يعني كنموذج الممارسة الموجهة وجه المتعلمات والمتعلمين لتوظيف الاستراتيجية مقدما توجيهات صريحة ومباشرة لتدرب على استخدامها أرائقه وأقدم المساعدة والتوجيه والتشجيع وقد أشاركهم في استخدام الاستراتيجية لتسير التدريب عليها يقوم المتعلمون بإنجاز الأنصة المتعلقة بممارسة الاستراتيجية المعنية وقدموا توجيهات صريحة ومباشرة توضح المطلوب كقراءة فقرة أو ملاحظة العنوان أو الصورة مثلا الممارسة المستقلة يمارس المتعلمون والمتعلمات الاستراتيجية المعنية بكيفية المستقلة يعني أعطيهم واحد المثال وتخدموا عليهم كل شخص بعد وأنا أحتنقل بينهم لمعينة استخدامهم لها وملاحظة ما إذا كان هناك صعوبات مشتركة تقضي تقديم دعم مشترك أو صعوبات فردية تقضي دعما فرديا أو في مجموعات وقدموا عند الحاجة الدعم الفردي أو الجماعي لتحقيق الممارسة المستقلة وأخيرا لدينا التطبيق يطبق المتعلمون والمتعلمات المهارة المستهدفة لتعزيز إتقانهم للمهارة المكتسبة واستخدامها في مواقف جديدة لدينا أيضا استراتيجيات الفهم وإغناء الرسيد المعجمي هي مجموعة العمليات الذهنية والمعرفية والتقنيات التي يستعملها القارئ لتحقيق أهدافه من القراءة بكيفية فحالة كل القارئ يستخدم بكيفية واعية أو غير واعية استراتيجيات معينة من أجل فهم المقرؤ أو التفاعل معه أو استثماره ومن هذه الاستراتيجيات لدينا استراتيجيات عائلة الكلمة التي تعني الاشتراق هي صياغ الكلمات المشتقة من جدر المعين ويتم الاكتفاء عادة ببعض المشتقات التي تشمل صياغ الفعل الماض والفعل المضارع والمصدر واسم الفعل واسم المفعول ويكتفي بصياغ الداخل في الحيث المعرفي للترميد مثل عائلة الكلمة كتبة مثلا عائلة الكلمة الكتبة عندنا مكتب مكتوب كاتب كتابة مكتبة هناك أيضا استراتيجية شبكة الكلمة وهي الشبكة التي تعرف بواسطتها التلميذ على الحق الدلالي لكلمة معين مثل شبكة الكلمات مدرسة عندنا مدرسة أستاذ ساحة كتاب قسم مدير تلميذ فهذه شبكة الكلمة كلمة مدرسة هناك أيضا استراتيجية خريطة الكلمة قبل ذلك أشير بأن لابد إذا كانت القراءة أو لدينا الحسة التي تقدم يعني الحسة الثانية التي تقدم فيها المعجم لابد أن نعطي نموذج من هذه الاستراتيجية الاستراتيجية كخارطة الكلمة ولشبكة الكلمة ولعائلة الكلمة لدينا استراتيجية خارطة الكلمة وهي الشبكة التي من خلالها يتعرف تلميذ على نوع كلمة معينة اسم فعل وعلى مرادفها وضدها ومع تركيبها في جملة موفدة مثل لخارطة الكلمة فرح ففرح نوع الكلمة هي اسم مرادفها سرور ضدها حزن ومثال لها في جملة عندما نجحت فرحت فرحا كبيرا لدينا هناك استراتيجية الخطاطة الشمسية وهي خطاطة على شكل الشمس تعين التنميذ على تجميع صفحات أو أفعال أو كلمات أو عبارات تخدم كلمة أو عبارة أو تتمت موضوعين في قلب صورة الشمس مثال للخطاط الشمسية الكلمة لكلمة خالد في نص معين خالد يراجع دروسه مجتهد ثلميذ يلعب معه يرسم يعني هناك تجمع هذا الشيء لعنده علاقة بخالد في النص استراتيجية السياق وهي استراتيجية الاستراتيجية التي تشتغل على الكلمة التي تكون لها عدة معاني بحسب المقامات التواصلية التي ترد فيها مثال الكلمة لكلمة تعين فمن معانيها عين الإبصار عين الماء الجاسوس أجود كل شيء حارس هناك أيضا تعريف للقراءة المشتركة التي نجدها في المستوى الثاني والثالث يقصد بالقراءة المشتركة القراءة التي يشارك فيها جميع المتعلمين والمتعلمات خلال دقائق معدودة كل يوم وذلك لقراءة مقاطع ونصوص قصيرة تعتمد إقاعات خفيفة وكلمات وجملا بسيطة تناسب لغة الأطفال واهتمامهم وهذه القراءة المشتركة نجدها في كراسة المتعلم يعني ويكتبها المدرس في لوحة حائطية ويعلقها على الحائط ويعلقها على الحائط في مكان واضح للمتعلمين وتقرأ في بداية كل درس القراءة لدينا أيضا الكلمات البصرية الكلمات البصرية كلمات متدولة يكتر استعمالها في اللغة وبما أن كثير هذه الكلمات غير حسية أو لا يتوافق رسمها الكتابي مع نطقة مثل هذا يعني هذا رات نطقة هذا ولكن هي تتكتبها هذا هذا هؤلاء الذي هكذا فإنها تختار لتنمية قدرة المتعلم على قراءتها بطلقة عن طريق المداومة على مشاهدتها وقراءتها ليسترجح سل المتعلم المبسد في قراءتها تلقائيا دون الحاجة إلى التهج تدرج في حساس القراءة بمعدل خمس كلمات بصرية في الأسبوع وهي واحدة من الآتي الكلمات التي لا يتطابق رسمها الخط مع نطقها الصوت مثل هذا لكن ذلك الكلمات التي لا يتطابق رسمها الخط مع نطقها الصوت مثل نعم آتها الكلمات التي تطرح صعوبات في نطقها أو كتابتها بسبب تداخل بين العربية الفصيحة واللغة الداريجة مثل التداخل بين التاء والثاء بين الضاد والضاء بين الدال والذال الكلمات التي تتواتر الأخطاء في كتابتها كالتاء التي تتضمن الهمزة في الواسط أو في الآخر أو المبدوء أثبها مذات أو المركبت من كلمتين بعد إضغام نون في المي عن من 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 ممن أو التي تكون أصوات بعضها حروفا قريبة من أصوات حروف أخرى مثل سوق فحروف الصين تتشابه من النحية الصوتي مع الحرف الصاد في كلمة سوق كالصبورة فلغة كثير من المدرسين أو الذين يجدازون الامتحان لا يعرفون البرقما بين الصبورة ولا تكتب بالصاد أم بالسين وهي تكتب بالسين وقد أدرجت في امتحان أظن 2017 أو 2018 كلمات متواثرة في قراءة المتعلمين والمتعلمات فالكلمات البسرين نجدها في المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث يعني هي تكتب في لوحات يعني في ورقة كبيرة أو لوحات وتعلق في جدار القسم لتقرأ بداية كل حصة القراءة والآن سنبدأ بنموذج لجدد النص الوظيفي بالنسبة للمستوى الثالث إبتدائي فالنص الوظيفي يقدم في خمسة حساس لدينا الحسة الأولى 45 دقيقة مكون القراءة النص يعني عنوان النص محمود وأصدقائه أهداف النص يقرأ المتعلم الكلمات البسرية الآتية إنني لكنها إذا فعليك أمي يقرأ المتعلم نص صديقة القراءة المشتركة يحدد المتعلم توقعاته انطلاقا من عتبات النص يعني العنوان والصورة الوسائل كتاب المتعلم صورة سبورة مثلات بطاقات سيغ العمل يتم اختيار سيغ المناسب حسب طبيعة ناشط يعني عمل فرضي عمل تنائي عمل في مجموعة يعني ولكن سيغ العمل تدرج في الجدادة بالنسبة للمراحل المرحلات الكلمات البسرية تدبير أنشطة تعليمية التعلمية هنا يكتب الأستاذ بخط واضح الكلمات البسرية يعني في الجدادة أتكلم بسيغة أنا أكتب بخط واضح الكلمات البسرية إنني لكنها إذا فعليك أمي في لوحة وأعلقها على الحائط داخل القسم في مكان ظاهر للجميع للرجوع إليها في الحصة القادمة أقرأ الكلمات البسرية وأطلب من المتعلمين والمتعلمات ترديدها يعني فيها بالنسبة لدور المتعلم هنا فالمتعلم يردد الكلمات البسرية القراءة المشتركة أكتب نص صديقة على لوحة كبيرة ها هو نص القراءة المشتركة صديقة تعينني في شدة تساندني صداقتها في وجداني لا تقدر بأثماني أجدها في اليوم العسيري تؤنسني في المسيري ترشدني إلى السواب وتبعدني عن السعاب يعني تعلق اللوحة في مكان يعني أعلق اللوحة في مكان ظاهر للمتعلمين للرجوع إليها خلال الحصة القادمة أما بالنسبة وأخيرا يقرأ المتعلمين النص بصوت عالي ومعبر مع لحن موسيقي إن أمكان أطلب منهم ترديد النص أكثر من مرة معي أكثر من مرة هناك لبداية مراحل القراءة وهي المتعلمين لتلقي النص من خلال مطالبة بالحديث عن أصدقائهم المفضلين وعما تعودوا القيام به برفقتهم يعني هناك تهيئة للمتعلمين يعني هناك تهيئة الملاحظة والتواقع أدعو المتعلمين والمتعلمات إلى دراسة صورتين والعلوان من خلال تأمل صورة وتحديد مكوناتها يعني هناك صورتين الأولى والثانية وتحديد مكوناتها الشخصيات الظاهرة فيها ومشي الذي يميز الصورتين ما الذي تغير في الصورة الثانية يعني لدينا الصورة الأولى يعني لتغير أن محمود كان لا يلعب مع أصدقائه وفي الصورة الثانية فهناك محمود يلعب ما الذي تغير في الصورة الثانية على ضوء ما تغير في الصورة الثانية ما الكلمة المناسبة التي تكمل معنا العنوان يتوقع المتعلمون والمتعلمات ما قد يحدث ما قد يتحدث عنه النص هناك لدينا التقويم والدن يناقش مع المتعلمين توقعاتهم ويختارون من بينها المناسبة لبناء فرضية القراءة وأخيرا القراءة الأولية يعني تكون في الحصة الأولى قراءة أولية لتحقيق تبع الأولي مع النص أقدموا قراءة نموذجية يعني أقرأوا أنا أدعو المتعلمين لقراءة النص أو بعد فقراتي قراءة مستقلة يتبدلون أدوار القراءة ويصححون ناداتيا وجماعيا تعثراتهم هناك لدينا الحصة الثانية يعني كالحصة الأولى مكويل القراءة نص الواضحة المدة الزمنية للحصة الثانية هناك 45 دقيقة أهداف الحصة يعني يكون المتعلم قادر على قراءة الكلمات البصرية يكون قادر على قراءة نص صديقة يعني القراءة المشتركة يكون قادرا على قراءة نص محمود وأصدقائه بطلاقة ويفهم معاني المقادر باستخدام استراتيجيات مناسبة يعني استراتيجيات اللي شفنا في البداية تلك الفيديو لدينا المراحل هناك الكلمات البصرية في الحصة الثانية تكون مدة الكلمات البصرية دقيقتين أقرأ الكلمات البصرية مشيرا إليها وأطلب من المتعلم من المتعلمات ترددها بالتركيز البصري عليها القراءة المشتركة أقرأ مدة ثلاث دقائق أقرأ نص صديقاتي قراءة معبرة بصوت عالي مع لحن موسيقي إذا أمكن وأقرأ المتعلمين يقرأ المتعلمين والمتعلمات نص مع الأستاذ وأطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها ويشركوهم في شرحها باستخدام إحدى الاستراتيجيات لدينا مرحلة القراءة النشط الأول القراءة القراءة الجهرية للناس يحدد المتعلمون والمتعلمات عنوان نص القراءة موضوع الدرس يقرأ الأستاذ نص القراءة موجهة يراهي فيها جودة الإلقاء وضوح نبارات الصوت مع استحضار التلوينات التعبير يويت تتبع المتعلمون والمتعلمات قراءته وهو على النص القراءة الموجهة هناك القراءة الموجهة يقرأ الأستاذ مع متعلمين فقرات من النص بعد تذكيرهم بصورة احترام علامات الترقيم مع محاولة القراءة بطلاقة القراءة المستقلة يقرأ المتعلمون والمتعلمات نص القراءة بقراءة هامسة في الآن نفسه بشكل فردي النص النشط الثاني التطبيق لتمكن أكبر عدد من المتعلمين والمتعلمات من القراءة وخصوصا المتعثرين منهم يمكن المزوجة بين القراءة الفردية للنص أو جزء منها وحسب درجة التعثر القراءة الثنائية حيث يقرأ كل متعلمين الناس أو جزءا منه قراءة موجهة النشط الثالث يقرأ المتعلمون والمتعلمات الحوار الذي دار بين محمود وأمه قراءة جماعية ويفهمون مغزاه ونشط الرابع يشخص المتعلمون والمتعلمات الحوار السابق ويتبادلون الأدوار فيما بينهم إغناء المعجم مرحلة إغناء المعجم يستثمر الأستاذ يعني استثمر أن أنشطة إغناء الراسد المثبتة في قراسة المتعلم الرامية لاستخدام استراتيجية متنوعة للمفرادات ويمكن استثمر هذه المحاولة لتناول كلمات المحطة لتناول المكلمات الجديدة التي يحددها المتعلمون فيما قبل وأخيرا مرحلة التقويم ودعم يمكن للأستاذ أن ينظم مسابقة في طلاقة القراءة الجهرية مركزا على نص الحوار مشار إليه سابقا يقترح كلمات جديدة لتوضف استراتيجية المفرادات المستخدمة خلال الحصة يعني هناك كتقويم للقراءة يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمع مفيدة باستخدام مفرادات مروجة في الناس يعني هناك في هذه الجدادة لدينا أنشط التدبير أنشط التدبير يعني هذه الحلثة هناك بالنسبة للمدرس أما بالنسبة إذا طلبوا منكم في الامتحان دور المدرس ودور المتعلم فهذا الشيء الذي يطلبه المدرس من المتعلمين مثلا قراءة النص لأستد يقرأ النص المدرس ينصد ويتبع معه عندنا القراءة المتعلم عن قلوية يقرأ المتعلم النص وهكذا بالنسبة للحصة الثالثة فعلى عكس الحصة الأولى والثانية التي قد وجدنا فيها خمسة وأربعون دقيقة فالحصة الثالثة ثلاثون دقيقة يعني هذا هو الاختياف وهو أيضا بالنسبة للأهدام يعني يكون المتعلمون قادرون على قراءة الكلمات البصرية يقرؤون قادرا على قراءة نص المشترك قادرا على بناء المعنى العام للنص ويفحص توقعاته بالنسبة للمرحلة المرحلة الأولى كلمات البصرية دقيقتين أنت ديبوا أحد المتعلمين ليشير الكلمات البصرة دون ترتيب ويقرأها الآخرون يعني هنا كل يعني أنت ديبوا متعلم يعني يختار كلمة ويقرأها الآخرون يعني ماشي بالدارة نقرأها بالترتيب وأيضا كلمات البصرية يعني إلا كان عند نوحة عطر فالمسعلمين من الحصة الثانية فماشي بدون نقرأها بالترتيب فمن الأحزن نقرأها يمينا يسار يسار يمينا أو من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى يعني كل مرة نبدليهم باش ما يكونوا شغير حافظينهم الكلمات البصرية خاصة يعني تركزوا على البصر يعني يكونوا شوفوا فيها ويقرأوها مزيان باش يعقلوا عليها يعني بصريين القراءة المشتركة يقرأ الأستاذ نص صديقتي قراءة معبرة بصوتا عالي مع لحن الموسيقي إذا أمكن يطلب من تعليمين ترديد النص معه جماعيا في مجموعات ثم ثنائيا يطرحوا عليهم أسئلة حول مضمون ناس يستخراج من النص للصفات للصديقة وكيف هي الصديقة التي جامعت بين الصديقاتين يعني هنا بالنسبة للقراءة المشتركة فهنا يعني أسئلة الفهم التهيئة أسأل المتعلمين والمتعلمات عن فرضية القراءة التي بانوها سابقا والانطلاق منها لقراءة النص الطلاقة القراءة الموجهة القراءة المستقلة هناك مرحلة القراءة الجهرية هنا التطبيق يقرأ بعض المتعلمين والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما أحددوه قراءة فرضية الذين يقيمون أداء بعضهم البعض في دوء لائحة المعايير التي دبطوها مع أستاذهم الفهم يطرح الأستاذ أسئلة الفهم الضمني مثل من الذين افتقدهم محمود بماذا أصبح يملأه وقات فراغه بما نصحته أمه يعني أسئلة تستخرج من الناس لتقييم فهم المتعلم للنص النص وهناك مرحلة الاستثمار تنجز الأنشطة المثبتة في الكراسة المتعلم شفائيا مع مراعاة مستوى الاكتساب وحاجات تعلم ومرحلة التقويم وقد يلخص المتعلمون والمتعلمات مضمون النص في جمل يعني لتقويم مدى فهم المتعلمين للنص فأطلب منهم تلخيصه في جمل مفيدة وساعد المتعلمين في تيغة الجمل وتدليل صعبات تعبير يعني تكونوا فرد المستوى ما تقدرونش يدروننا جمل مفيد يعني المهم هو مي يفهم لي النص أنا أساعدهم في تركيب جمل مفيدة لدينا الحصة الرابعة كالحصة الثانية فهي مدتها 30 دقيقة كما قلنا بالقراءة تقدم في خمس حصة نحن نانف الحصة الرابعة فبالنسبة للأهداف يكون المتعلم قادرا على قراءة الكلمة البصانية يعني هذه الأهداف تكرر من الحصة الأولى ويكون قادرا على قراءة القراءة المشتركة وكهدف جديد يكون قادرا على تحديد العلاقات القائمة في النص محمود وأصدقائه بالنسبة للمرحلة الكلمات البصانية يكتب الأستاذ جمل تتضمن كلمات البصارية في الأول كنت نقرأ الكلمات البصارية نكتب كلمات تتضمن كلمات البصارية يطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديدها برسم دائرة حولها ثم قراءتها يعني باش نشوفوا يشوهم عقلوا على هذه الكلمات غادي نكتب لهم الكلمات داخل الجمل أطلب منهم يحددوا لي الكلمات برسم دائرة حولها ثم قراءتها القراءة المشتركة يشير الأستاذ إلى نص صديقتي المعلقة على السبورة ويقرؤون المتعلمين والمتعلمات جماعي أو ثنائي بصوت معبر وبإقاع موسيقي أطلب منهم تحديد الكلمات التي لم يفهموها وأشركهم في شرحها أكتب بعض مفردات نص على بطاقتها أوراق وأظهرها للمتعلمين والمتعلمات طلبا منهم قراءتها وأطلب منهم قراءتها التهيئة مرحلة التهيئة أسأل المتعلمين عن المعنى الذي أضافوه لعنوان المس وانطلقوا منه للقراءة والتحليل والاستنتاج الطلاقة لدينا القراءة النموذج يعني يقرأ الأستاذ بصوت جهري وسليم ومهبر القراءة الجهرية القراءة الجهرية القراءة الموجهة قراءة مستقلة وهناك التطبيق ومرحلة التحليل والاستنتاج يقوم بحضو الأستاذ يعني أقوم بحضو المتعلمين لإنجاج الأنشطة المدونة على كراسات المتعلم يمكن إضافة أنشطة أخرى في هذا السياق حسب ما يسمح به زمن متعلمي هل سبق لك أن غيرت محل سكنك ما الذي أحدثه في نفسك هذا أما الذي أحدثه في نفسك هذا الانتقال هل عيشت حالة محمود أنت أيضا فافتقدت أصدقائك من درستك وحييك القادم يعني هناك التحليل والاستنتاج يعني أقدموا استنتاج للنص وكتقويم ودعا أقترحوا على المتعلمين إنجاج رسم أو شعار نعبر عن الصداقة وهناك أخيرا المرحلة الحيثة الخامسة مدتها 30 دقيقة يعني كانت هناك الحيثة الأولى 45-45 والحيثة الثلاثة الأخيرة مدتها 30 دقيقة الهدف الأول ما التاني فهم يتكرارون هناك الهدف الثالث أن يكون المتعلم قادرا على تعرف أنواع الكلمة يميز بين أنواع الكلمة اسم فعل وحرف عدنا المراحل الكلمات البصرية القراءة المشتركة القراءة الجهرية هناك الكلمات البصرية يعني يكتب الأستاذ جمال يعني كالحسة الأولى ويطلب منهم إحاطته بدائرة قراءتها هنا القراءة المشتركة يشير المتعلم إلى نص والأخرون يقرؤونه جماعيا يعبر المتعلمين والمتعلمات عن المعنى المعطة للصداقة من خلال الناس القراءة الجهرية يدعون المتعلمين والمتعلمات لاتذكر معايير القراءة الجهرية يحددون معايير القراءة الجهرية يقرأ المتعلمون المتعلمات نص أو جزءا منه حسب ما يحدد الأستاذ يقيمون أداء بعضهم البعض في ضوء لائحة المعايير التي ضبطوها مع أستاذهم وبالنسبة لمرحلة الاستثمار لدينا نشاطين نشاط الأول يدعو الأستاذ متعلمي إلى ملاحظة الكلمات الملونة قصدة صنيفة بحسب المجموعة الثالث اسماء أفعال حرف يعني هنا وهذه المرحلة مرحلة القواعد يعني كنا تمرر بشكل ضمني فهناك لن نجد حسة خاصة بتراكيبة أصف تحويل أو الإملاء ولكن تمرر في الحسس القراءة أو الحسس الحكاية حينتق المحمود إلى مدرسة جديدة يكمل المتعلمين تصنيف من خلال الجمل المقدمة يعني يصنف أعطيه جمل من النص وأطلب من المتعلمين تصنيفها لها أسماء أفعال أم حروب هناك معرفة هناك أعطيهم نشاط آخر لمعرفة أنواع الكلمة النشاط الثاني أدعو المتعلمين إلى مرحلة الكلمات الملونة لعيبة محمود ما الذي لعيبة محمود نسميه فاعل يعني هو الذي قام بالفعل أشرح للمتعلمين ماذا فعل محمود لعيبة ما قام به محمود نسميه فاعل ينجز المتعلمون والمتعلمات بمساعدة الأستاذ لأنشطة المثبتة في قراصة المتعلم تحت فقرة تطبيقات كتابية في حرصا منه على تحزيز المكتسبات ودعم التعطيرات وبالنسبة لمرحلة التقويم أطلب من المتعلمين تركيب جمل مفعلية محددين فعلها واسمها ومصنفين كلماذا يعني وقوم ماذا تمكنهم من هذه الحصة توجيه ديداكتيكيا بغي تأكد من فهم المطلوب كإنجاز من خلال تقديم النموذج أو مساءلات المتعلمين والمتعلمين لتعبير عن الفهم الحاصل بخصوص ذلك مع الحرص على التدرج في تقديم الأنشطة والمعامل هذا كتوجيه لسا مدرج في الجدادة وشكرا على التتبع إلى فيديو آخر إن شاء الله نسوج درجهم لفيديو إذا أعجبكم وإلى اللقاء